السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي في هذا الدرس سوف أشرح عن Legacy Software Legacy Software فكرة أنه في سنة 1989 وقبلها لم يكن هناك شيء اسمه InnerJoin الآن لو أنت عملت في شركة ولديهم Database مصممة في سنة 1989 أو قبلها لم ترى هناك InnerJoin لكن كيف تفهم العلاقات الموجودة ك InnerJoin أنت في تلك الجداول لابد لك أن تهجرها إلى النظام الجديد إذن فكرة InnerJoin السابقة أنا كان لديه هذا جدول اسمه Select Title From Book هو InnerJoin جدول اسمه Book Review الذين هم الجدولين اللي هو هذا Book Review وهذا Book إذن عندما عملنا InnerJoin بين الجدولين حصلنا على Title و Writing هذا في سنة بعد 1998 لكن في سنة 1998 لم يكن ال InnerJoin موجود كانت بهذا الشكل Select From هذه الجدولين وهذه لم تكن موجودة يعني هذا هذا يصبح كWare هذا ال Condition إذن الآن عندما تأخذ الأعمدة فأنا يقول لها Book.title و Reviewer.sb بهذا الشكل إذن بهذه الطريقة هذه الطريقة تؤدي نفس إداءة التي كان مكتوبة سابقاً لكن بطريقة 1998 يعني يأخذك From أكثر من جدول واحد بالجانب الآخر والشرط يكون بهذا الشكل ويحصل على البيانات الآن لو عملت Run انظر نفس البيانات نفس النتائج السابقة إذن هذه فكرة إذا عملت عدادة بيس قديمة شكراً لك شكراً لك موسيققق اشتركوا في القناة